طرق عديدة اتخذتها الحكومة وأحزابها وميليشياتها لدرء الخطر عن نفسها والمحافظة على مصالحها الشخصية ومناصبها حتى أنها لم تفكر بالثمن مقابل ذلك كما في كل تظاهرة أو ثورة يقوم بها أبناء الشعب العراقي ضد الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 إلى أن الثمن هذه المرة كان غاليا حيث استشهد أكثر من 120 متظاهرا وأصيب الآلاف بآلة القمع الحكومية وميليشياتها في محاولة منها لإيقاف حدة التظاهرات المطالبة بإسقاط النظام بالكامل وإلغاء الدستور ومحاكمة الفاسدين فبينما كانت عمليات القمع الوحشي مستمرة باستخدام القوة المميتة لفض التظاهرات السلمية واصل المستوى السياسي في العراق من رئاسة وبرلمان وحكومة إطلاق وعود كاذبة بتلبية مطالب المتظاهرين لدينا مشروع سنقدمه خلال الفترة القصيرة القادمة إلى مجلس الوزراء لمنح راتب لكل عائلة لا تمتلك دخلا كافيا تصريحات وصفها المتظاهرون بأنها لا تتجاوز كونها مناورة من أجل كسب الوقت لكسر إرادة المحتجين ولعل ارتفاع أعداد الشهداء والجرحى من المتظاهرين وتراكم الأدلة على تورط القوات الحكومية في عمليات القمع والقتل يجعل من المستحيل الوثوق بأي رواية رسمية للأحداث أو بالوعود الجوفاء التي تطلقها الطغمة السياسية لا شرعية لأي عملية سياسية أو نظام سياسي لا يعمل على تحقيق متطلباتكم وتطلعاتكم في وطن كريم هذا واجبنا تشريحات والإجراءات التنفيذية المطلوبة لإيجاد فرص عمل وتقديم معونة مالية للعاطلين وتأهيلهم ولسيما الخريجين وحملة الشهادات العليا وغير ذلك من الإجراءات التي أعلنها مجلس الوزراء في مبادرات اقتصادية وخدمية عاجلة بالشكوك استقبلت الوعود الحكومية بزيادة الإنفاق وفتح أبواب التوظيف وغيرها لا سيما في ظل ضعف الأجهزة الحكومية وانتشار الفساد ولعله شارزي باري وزير المالية السابق شاهد يشهد من أهلها حيث أكد أن التعاهدات التي قدمتها الحكومة لتهديئة المتظاهرين غير قابلة للتطبيق في ظل عجز الموازنة لعام 2020 الذي سيزيد على 30 مليار دولار وعدل الحكومة لم تستطع إقناع المتظاهرين بل زادتهم إصرارا على متابعة مسيراتهم باتجاه المنطقة الخضراء التي يتحصن فيها أعضاء الحكومة والبرلمانيون خوفا من غضب الشارع العراقي المتزايد مطالبا بإسقاط النظام مستمرين لحد ما يسقط البرلمان ويسقط هذا الحكم الفاسد نطلع خمسة نطلع عشر نطلع مليون مستمرين هي لا تراجعنا بعد من دسنة 300 ألف شلالي بحال 300 ألف بعد ما أكو مطالب ما أعدنا مطالب ما ريف يوم شلع أسقاط دولة لا مطالب الريد ولا قطع عراض الريد صمت بحطة السنة ما أعدكم لا أعدكم حتاين من قشبرون هاي الشباب الشباب وعية وعية الشباب العالم وعية ما أفو مننا نشل وانتظروا الشحب إلى ثورة الشغلة وهكذا يترك المتظاهرون مطالب سنوات مضت بتوفير الخدمات الأساسية والحصول على فرص عمل وغيرها ليراكز مطالبه في إسقاط النظام الحاكم في العراق النظام الذي جعل العراق من بين أكثر دول العالم فسادا على مدى السنوات الماضية بحسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية